مرحبا بكم يا طلاب الصف العاشر كيف حالكم اتمنى انكم تحظون بوقت جيد اليوم سوف نشرح تكمية الوحدة السادسة سوف اشرعها بسرعة اعذروني صوتي لا يحتمل ولكن اشي بسيط سوف اقول لك شو الشغلات المهمة في الوحدة السادسة في الجزء الثاني شو تحفظ والباقي دشرة بالزمش مش راح يجيب لك مننا اشي مش اشي مهم تمام يا اصدقائي طيب في فيديو شارح قصير يعني راح نحطه في الشارح يعني راح يشرح شو والباست بيرفكت والباست سيمبل اوكي هل لنا نبلش هذا الفيديو برعايات الحبر المتوهج لتعليم الانجليزية والرياضيات من الصغر حتى اذا كنت لا تجيد القراءة والكتابة اذا ما اردت ان تصبح متميزا فيهما بنتائج مضمونة باذن الله ما عليك سوى التواصل معنا في التعليقات عندما الاسرائيليون هاجموا في 1948 his family were forced to leave عائلته اجبروا لان يغادروا بحلول 2008 he had published over 30 books هو نشر اكثر من 30 كتاب they returned a year later هم عادوا بعد سنة but their village had disappeared لكن قريتهم اختفت after he had been there for just a year بعدما هو كان هناك لفقط سنة he published his first book هو نشر كتابه الاول he published his first book after he had been there for just a year هو نشر كتابه الاول بعدما هو كان هناك لسنة فقط فقط لسنة طيب هذا يا اصدقاء عن شو بحكي عن past perfect ماضي تام افهم ما عش يعني ماضي تام طيب ما احنا عارفين ان كل الماضي تام اذا وجيت تفكر فيها احنا بنعرف ان كل الماضي تام ما هو خلص وانتهى طيب من اسم يعني ماضي تام يعني بدي يكون حدث خلص قبل الثاني تمام وكتش بستخدم past perfect بيكون عندي حدثين يا حبايب انتبهوا هذه فكرتا كل فكرتا past perfect عندي حدثين واحد خلص قبل شو قبل الثاني وصلت واحد خلص قبل شو قبل الثاني بفترة هذا هو قصتي past perfect شو شكل past perfect يا اصدقائي past perfect بحط هاد هاي شايفينها هاد هاي هاد وبعدها بحط التصريف الثالث شو التصريف الثالث مرات بزيد ايدي مرات زي بي شو بتصير بين يعني اتاك شو بتصير اتاك بس هذا مش بتصير هذا past simple تمام هاي هاد published nessيرة هاذه شكل past perfect طيب الشق الاول شو بيكون الحادث اللي منتهاش اللي بعدين شو بيكون ماضي بسيط الشق البعدين بكون ماضي بسيط الشق اللي قبل شو بيكون ماضي تام ihl khlص الاول بيكون ماضي تام بحط له هاد والتصريف الثالث واللي خلص بعدين يا اصدقائي شو بيكون ماضي بسيط بحط له فقط التصريف الثاني وصلت فكرتها وهو فكرة القواعد طيب هات خلينا نأخذ بعض الأمثلة طيب شو الدليل على الباست بيرفكت صحيح افتر وبيفور شعني افتر بعد وبيفور قبل طيب هنطلع بعد طلع ترجمة الجملة بعد هو كان هناك لسنة هو نشر كتابه الأول أنه اللي حدث اللي انتهى في الأول إن كان هناك لسنة تمام خلص السنة هناك شو بدي أحط هاد بين طيب بعدها شو سوى هتحط شو بابليش بابليش بتصير بابليش اللي هو تصريف الثاني طيب بعد آفتر شو أجد هاد بين كمان مرة وهي بابليشت هنا ايش غير معنى الجملة تمام هم عادوا بعد سنة لكن قريتهم اختفت هم رجعوا هم رجعوا ولا قريتهم اختفت أنا اللي خلص في الأول إن قريتهم اختفت يعني يوم ما رجعوا ما لقوهاش فليش حطينا حطينا هاد وديسابير وصلت فكرة الباست بيرفكت موجود في فيديو في القناة راح اضيفها إن شاء الله ببسط لكم الإشي ما علينا على الحين نكمل طيب هذا مش شي مهم يعني بعتقد شي شي مهم طيب وعتقد نهالو كمان يعني يعني بيستخدم شو باس سيمبل و باس بيرفكت ليستخدم باس سيمبل باس بيرفكت يلا طيب هاد خلنا نتدرب يعني يلا جميلة ليف سكول جميلة غادرت للمدرسة شي لاتسوف بوورتي يعني هي كاتبت كثيرا من القصائد أو الشعر بويتري الشعر يا سر جميلة هاي باي ذا تايم يعني بحلول الوقت جميلة شو بيكون أنا اللي عدد في الاول طيب عندك تشوف القصة جميلة هاي عندما غادرت للمدرسة هي كتبت كثيرا من القصائد يعني نخلص اللي اول اللي كتبت كثيرا من القصائد فليش حطينا شي هاد ورايت شو صارت التصريف الثالث تمام ليف شو صارت شي هاي يعني هي بلشت حياتها الجامعية وهي مكان للهاش وقت للكتابة تمام أنه اللي حدث اللي خلص في البداية إنها بلشت الحياة الجامعية بعدين بطلها وقت للكتابة إذن شو بدي أحط هاد ستارتت هاي هاد ستارتت هاف شو بتصير هاف بالضغير بتحط دينت هان عشان نقلبها شي دينت هاف شي نت ستارتت اجين شي فينس كوليج هي لم تبدأ يعني مجددان هي أنهة الكلية تمام يعني في البداية بتكون أنهة الكلية وبعدين شو ما بلشتش إذن هذا بيكون ماضي بسيط وهذا شو بيكون ماضي تان يعني بعد ما تخرجت هي شو سأصبحت يعني محررة كتب يعني محرر يعني في البداية بحط يعني قربة هاي بحط يعني قربة هاي بحط يعني قربة هاي بحط يعني قربة هاي بحط هاي شو ضفنا هاد و يعني شو الفعل بيصير وبعد شو شي هي هاي بحط هي هاي بحط ماضي عليه سنتين يعني بعد ما ماضي عليه سنتين شو عنهات الكتاب وصلت فيجرة يا أصدقائي هذا هو تكملات الوحدة العاشرة فقط هذا الموضوع يا أصدقائي غير هيك مضلش كل حكي فاضي هذا كل ياته حكي فاضي ما فيش إشي مهم فيه كل هذا حكي فاضي طيب ديروا بالكو هذو حسب السماع بين إيدي وإد وستارتد أتاكت كولتيفيتد ضايت اسكيبت حسب اللفظ افتسمع هاذا الاشي طيب هانا الفقرة الأولى والفقرة الثانية هاذا كله كمان حكي فاضي ما بيلزمش حسب الكتابة وهاي القصة مشروع في محل ثاني اعتقد على اليوتيوب تقدروا تشوفوها صراحة ما عنديش حيلة أشرحها سامحوني بالطريقة هاي هيك منكون يا أصدقائي شو عن هاي الكتاب الصف العاشر إن شاء الله خير كل عامونتو بخير يا أصدقائي يعني سامحوني كان الأداء سيء بس ما علي يعني شو أسوه هيك الظروف كانت معي كل عامونتو بخير إلى اللقاء